تخيل لما تكون مسافر وتعبان من الصفر ومن شيلان هم معادة طيارة لهم نومك وصحيانك بذري ده غير الشنطة وأوراقك اللي بترجعها أول بأول وتلاقي نفسك وسط كل ده اتغرامت بغرامة مالية تب تعمل ايه علشان تبعد عن الغرامات دي في المطار؟ أنا آية يونس وتعلق لك كل التفاصيل في الفيديو ده غرامات المطار عمرها ما كانت سهلة أبدا مش بس علشان قيمتها المادية لكن كمان علشان تعبك وهم الصفر اللي انت دايما شايل همه في هم تاني برضو بتبقى حطه على هم الصفر هو اهتمامك بانك تعرف المخالفات الخاصة بالمطارات واللي ممكن تتجنبها بكل سهولة لو انت فعلا ناوي تلتزم بالصفر من غير اي غرامات أو تعطيل كتير مننا بيسافر من خلال المطارات وبيتعامل مع الطيارة كأنها مواصلة برية لها بدايل كتير علشان كده ممكن تلاقي ان هو بيتأخر عن معاده مرة تانية شايل شنطة فيها هدايا الحاجات اللي انت محتاجها لأكلات اللي انت بتحبها وده بيزود وزن الشنطة ده غير الناس اللي جاي من برة ومعها حاجات المفروض انها تتجمرك مهما قاعدوا يقولوا انها هدايا أو حاجات شخصية مش للتجارة والبيع علشان كده لازم نخلي بالن كويس قوي اهم حاجة قبل ما تفكر ترتب شنطة صفرك لازم تركز كويس جدا في وزنها يعني بالعربي كده توزنها بعد ما ترتب فيها حاجتك لان اي وزن زيادة في الشنطة بتاعت صفرك هيتسبب في غرامة مالية عليك وضروري تعرف كمان ان شركات الطيران اخر حاجة تسمح بيها في الوزن الامان هو من 5 ل 10 كيلو جرام وده الوزن اللي ممكن يضمن لك ان انت تتجنب اي غرامات على شنطة صفرك علشان كده مش ضروري توافق على كل مواجب العيلة المباوتة معاك مواجب المدام مواجب الحجة وده قبل ما تروح المطار لازم قبل ما تروح المطار انه مش ضروري انك تحط حاجة كتير ملهاش لازمة في شنطة صفرك وده علشان ما تعديش الوزن المسموح ليك وانت مسافر برا انت قام سافر برا لبلاد بس فيها ناس زينا زيك بالزب وممكن تشتري اللي انت محتاجه ومنتاش رايح صحرا يعني قبل ما تسافر بيوم هتكون متعود على مواعيد نوم مناسبة وليلة الصفر هتكون صاحي بدري قبل معاد الطيارة بساعات اكيد حضرتك عارف ان الطيارة دي مش هتوصلك الحي اللي موجود قدام البيت او اخر الشارع مثلا دي ترتيبات واجراءات يعني حضرتك لازم تكون في المطار قبل معاد صفرك بتلت ساعات على الاقل علشان تضمن فيها انك وصلت في المكان المناسب وفي الوقت كمان المناسب وانك انهيت كل اجراءات صفرك كلها خلي بالك كويس لو اتأخرت عن معاد الطيارة وفاتتك هتدفع ثمن التخلف قصد يعني غرامة التخلف والصفر بطيارة تانية طب انت جاي من برا والحبايب طالبين منك هدايا كتير جدا ساعتها بقى ممكن تعمل ايه انت لازم تعرف ان شيلك وانت جاي بالسلامة يعني من بلدك لحاجات تانية غالية كتير على الطيارة زي الموبايلات المسوغات الدهب الحاجات الكتيرة دي اللابتوبات ماركات العطور العالمية والاجهزة كمان الكهربائية كل ده من حق الجمارك انها تاخد عالي رسوم والمسؤولين بتوع الجمارك في المطار ملهمش دعوة بالحاجات اللي بقت استوانة يومية زي مثلا دي هدايا حاجات للأولاد ودي هدايا للحاجة ممكن حضرتك تتجنب كل ده باجراءات بسيطة جدا كل اللي عليك قبل صفرك بكام يوم هتقعد تذاكر حاجتك كويس اقصد يعني تراجع الحاجات اللي انت ناوي تاخدها معك على الطيارة وساعتها انت الوحدك اللي هتقدر تحدد الحاجات اللي انت عايزها زي مثلا اغراضك الشخصية اللي انت محتاجها زي الموبايل كتبك الملابس بتاعتك وبين الحاجات اللي انت ممكن تتجبر بها على دفع رسوم جمركية وكل رسوم الخاصة بالجمارك تقدر تتجنبها لما توصل بالسلامة وتحلي مشكلة الهدايا المطلوبة منك بانك تشتريها من بلدك وتبعت عن رسوم الجمارك وتكالفها وفي النهاية توصل بالسلامة ومن غراره موت